بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وع للسلام كما ورد في الأثر أن ملكائن حكم العالم كافرين وملكان حكم العالم مؤمنين الكافرين الحكم العام لأن أمرود كان في زمن الخليل إبراهيم هذا تسبب في حريق سيدنا إبراهيم ورجاه الله والتاني بخت نصر أما المؤمنين فهو طبعا سيدنا سليمان طبعا الذي سخر له الجن والرياح والطير وزل قرنين معلومات الناس عن ذي القرنين قليلة جدا لا طبعا ده كان مالك مؤمن عظيم أعطاه الله عز وجل للعلم والقدرة وكان هو القوة الوحيدة في العالم التي تملك العالم كله كان عنده أقوى جيش في العالم بيمتركه ذي القرنين ولكن ماذا فعل ذي القرنين ماذا كانت حياته كانت حياته في الطرف وفي القصور وظلم الناس وقهر الناس لا أبدا كانت حياته أنه كان يسير مع هذا الجيش القوي اللي كان أقوى في العالم يسير في الأرض ليبقى ليعلم الناس التوحيد ويعلم الناس طاعة الله والإمام بالله سبحانه وتعالى ويعلم الناس أمور الحياة كمان لأنه شاف أقوام غريبة طبعا ده كان من زمن بعيد جدا جدا يعني من زمن قبل موسى كمان فماذا فعل زلقر الحقيقة ذهب إلى قوم يعني لا يفقه شيء عن أي شيء خالص عايشين في العراء ما يعرفش أنه في بيوت علمهم إزاي يعملوا خيام وإزاي يعملوا بيوت وإزاي يزرعهم وذهب لقوم تانين كمان عطشانين فعلمهم إزاي يفحروا أبار ويشربهم وكان كلنا أي ناس عندهم مشكلة يحلها لهم وأي ناس مش فهمين يعلمهم ربنا عزيزي الله وآتينهم من كل شيء سبب يعني أعطاه أسباب العلم والخدرة والقوة وكل أنواع التمكين وهو طبعا لما تعرض لجيش يأجوغ ومأجوغ وكانوا يفسدونه في الأرض في أقوى الكثير بتقول أنه هم غير أدميين وكانوا بيأكل لحوم البشر مش هو ده موضوعنا ولكن هو الحقيقة خير بالحكتين أنه يواجه جيش يأجوغ ومأجوغ وكان عنده جيش قوي جدا ولكنه هيخسر وهيهلك ولكنه فضل أن يعمل سد جاب الحديد وسياحه وعمل سد كانت صغرة بين جبلين فهو سدها بالإيه بالحديد المصهور سياح الحديد وسد هذه الصغرة فجعل حجاب بينه وبين يأجوغ ومأجوغ ودي بقى نعمة التمكين لما ربنا عز وجل يعطي الحاكم المسلم نعمة التمكين وهذه الخلافة الإسلامية أن يحكم هذا العالم بكتاب الله عز وجل من الخلافة الإسلامية يعني غيظة أعداء الله وأعوانهم ليه بقى لأنه معنى الخلافة الإسلامية أن تحكم هذه الأرض بشرع الله وبكتاب الله فيكون هذا الملك الممكن القوي ينشر الخير وإيه بقى ويتعم الجوعة ويحل مشاكل مش العالم كله يعني مليم من الناس الحقيقة بتموت جوعا الحقيقة وناس بتتأوى من الفقر والجوع لا لا بالخلافة الإسلامية معناها بقى أنه مثلما كان في عهد عمر بن عبد العزيز أعطوا كل الفقراء حتى أغنوهم لم يكن فقير شوف العد بقى لما العدل ينتشر والحاكم المسلم يحكم بأنزل الله صلى الله عليه وسلم بينتشر الخير والبركة والعدل حتى سبحان الله لما كسر الخير عندهم أموال كثيرة جدا مش عارفين يودوها فين كل الناس شبعت وكل الفقراء ما شاء الله بقى عندها إيه تخمة فعملوا إيه فكانوا ينصروا الحب على الجبال ويقولوا إيه هذا للطيور حتى لو يقال أن هناك طائر في بلاد المسلمين جائع بلاد المسلمين جائعين شئك